موسيقى 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 قالوا لي انت حابة ايه وكده قلت لهم انا في حاجات حطها في دماغي ان انا قف فيها وكده ان انا عملها النفسي مش حابة ان انا تحويق لحد قوامت دي دي لحد انت عندك فكرة مشروع يعني عايزة تعمل ايه قلت لهم فكرة هفتح مثلا محل او جيب فيه مثلا هدوم تفايات او خضار الكلام ده تفهمي في التجارة والبيع والشارع انا مش متعلمة بس انا يعني نزلت شغل كتير وكده بس حابة ان انا عمل حاجة نفسي مش حابة ان انا اشتغل مع حد وكده واتفقتي معاهم بقى التمكين الاقتصادي والمشروع ده هيبقى عامل ازاي اوه قالوا لي هنوقف معيك وكده وفي حد هيتقدملك بالمشروع وهيوقف معاك في الفلوس والكلام ده مش هيبقى فيه نزام فوايد لكن هدفع علي الحاجات اللي هيبقى الرمزية بتاعت كل شهر وكده ده لما المشروع يشتغل بقى اوه انا برضو مبسوطة جدا لان انا جيت المؤسسة والمؤسسة واقفت معايا وما اثرتش معايا في حاجة بقى امانة واول لما طلبت منهم وكده جمع عملولي البحث وما اثروش معايا ولا اثرو معاولادي في اي حاجة وانتي كمان عرضة مشروع كويس قوي وان شاء الله المشروع كده يكبر وتبقى من رأي داخل اعمالي ان شاء الله نشوف ما ازايك اعمل ايه الحمدلله اسمك ايه ميرا زكي ميرا الحمدلله انتي بقى وليلي في سنك ايه تاني عدادي عدادي شطرة او شطرة شطرة في المدرسة اخذت وليه اكتر مادة انت شطرة فيها كل مواد ممكن اكون في كم مادة كده مش بحبهم بس شطرة كم مادة مش بحبهم بس شطرة الانجليزي مش بحبه خالص تلعي الي ربنا يدوني حلو بس انا كنت بفكر اصلا ان انا عاوز اطلع حاجة كويسة كده بس الي ربنا يدوني حلو يعني انتي بتحلامي بقى عشان نذاكر ونشتغل عليه اا ان انا بقى دكتورة دكتورة خلص الدكتورة ميرا اذا كنت بقى تذاكري كويس وسعني كلام ماما كويس حاضر شوف اي بتتعب عشان كده ايه حاضر وزغنانة اسمك ايه نيرفانا نيرفانا ازايك تعالي بصي بصي هنا كده انتي عندك كم سنة ثلاث سنين ثلاث سنين بس كده اا طب قوليلي بقى انتي عاملة ايه النهاردة كويسة خدتي بلونة اا و ايه تاني بس و ايه تاني اللي كنت بتكليمن شوية كيك كيكة حلوة شوكولاتة اا طب انتي مبسوطة النهاردة اا الحمد لله مبسوطة ادالة مبسوطة قوي اا عايزة تقولي ايه شكرا شكرا طب غنيلي اغنية حفزة اغنية لا الحفزة ايه اش حفزة حاجة ربنا يخليهم لكم تفرحة بيهم شكرا ربنا يخليك يا ربنا شكرا تعيش يا مستربنا يخليك وبنرحب بالعروسة الجميلة مارينا زكي مارينا اهلا بك الف مبروح الله يبارك بك امتى الفرح بك اول تسعة ان شاء الله اول تسعة اه الف مبروح الله يبارك بك اللي بحكي لي ايه القصة النهاردة مع المؤسسة انا جيت من اربع شهور هنا علشان عملية امي وعندها كانت حسوع المرارة وهم ساهموا معنا وادو كمان غسالا وادونا انا قبل الفرح بخمستاشر يوم كويس جابوليك ايه او طلبتي ايه في الجهاز بتاعك طلبت حاجات اللي نقصناني ومالو ماشي مالو ماشي وخلاص الدنيا تمام تمام طيب كويس ان شاء الله كده ربنا يسعدك وتبقي احلى عروسة في الدنيا شكرا شكرا وانا بشكر الراعي مصر وبشكر كل الجمهور كله انا اللي بشكرها بنرحب بنبيلة ازاك نبيلة ازاك حضرتك عامل ايه بارك ايه تمام الحمد لله عملنا ايه النهاردة لانه ده يوم جميل جدا ويوم يعني انا مبسوطة جدا ان انا جيت هنا المؤسسة ونشكر الرساد المسوشار جدا على كل حاجة بيعملها ورعايته لينا وان هو بيهتم بينا وبيهتم بالناس المحتاجة وكده وانا اشكره ان هو وائف معي في حاجات كتير في حياتي ظروف مادية يعني وظروف علاجية ومدارس عيالي والصراحة يعني هو انا جدني من من وقته كنت مدى في اوه هو جي انجدني الصراحة يعني مشكلة كانت ايه اكبر مشكلة كانت عندك كانت ايه ظروف مادية ان انا وكش بعرف اصرف على عيالي في المدارس وكده ودي كانت بالنسبة لي ظروف صعبة وبرده كان جوزي برده يعني كان حصل له حادث وكده فمش بيشتغل فهو وايف معي برده وجو ما عند البيت ولا عنده حاجات ناقصة كتير فهم جابوا هالي وشكر جدا على اللي هو عمله وهو يعني سندني بقى لأربع شهور وربنا يديله نعمة وبركة واحنا لو عادنا نتكلم كتير مش هنوفر اللي بيعملوا معينا هو ده طبع المصريين يا نبيلا ودايما كده يقفوا جنب بعض ودايما عائلة واحدة لا هو شخصية نادرة في المجتمع ويستهل كل حاجة حلوة ربنا ادهل ويستهل كل واحد ممكن يبقى سند معي الصراحة شكرا لك يا نبي شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك في حد داني رقم مساعدة المستشارة وتواصلت معاه وتوما كلمته وبعدت له حالة كورولوس على طول بعتلي حد عمالي بحث وقدم لي مساعدة شهرية وعمالي شهرية بامبرس برضو وعليك شهري بياخدوا بني وعندي عادة على الطوب يعني على المعمارية عمالي برضو الازاز هكابل الازاز وركابل كل النجرة اللي في الشقة وهي قال لي هنعملك بقى بقى الشقة وكده ومعايا المستهيبني ربنا يحفظ عليك طيب انت بتتعاملي مع المؤسسة بقى لك قدية تعريبها حوالي ست شهور ست شهور وعرفتي بقى لطريقي المؤسسة ازاي من طبع ست المستشار يعني أنا لما كان من اللي قالك عليه من الناس اللي دلتك عليه هو حد داني رقمه وهو ست المساشر دليني على المؤسسة قال لي تعالي المؤسسة هنا وانا جيت فأي حاجة يعني تابع كل اللي سبا روح له علاج طبيعي بارتين برضو بيساعدني فيه اه ابنك بياخد العلاج الطبيعي هنا برضو طبع المؤسسة لا يعني بيساعدني في العلاج الطبيعي يعني بروح بكان ببا بيساعدني في المصاري بتاع العلاج الطبيعي بس بنشكر ربنا الحمد لله وربنا يحفظ علي رب يخليلينا ويخليلي الغريبة دايما شكرا ليك نعم حاجة شكرا مرحب بماريا ازاكي ماريا كويسة كويسة كله تمام الحمد لله طيب الحمد لله وليلي بقى عملتي انهار ده اه انا جيت مؤسسة طراعي مصر اه دوني غسالة وبتجاس دي حالت اللي كانت مقصاكي اه انت جاية من بعيد جاية من فين من المرج من المرج طيب كويسة اوي وليلي بقى انت بتعاملي مع المؤسسة بقى لي كد ايه وتعرفتي على الناس هنا ازاي دي لي بتاع 4 شهور هي واحدة صاحبتي اديتن الرقم جلته هما دولة اللي هيخدموكي انا جزي كان واجع من ارتفاع 12 متر لفوقه هما جام بصراحة جون البيت وقال لي احنا نعمل لك المطلوب فعلا طلع عنده الرقاتين بتاحته ضعيفة هما بيع الجهال وهو دلوقت لسه بياخد جلساته على ظهر وعلى ادراعه ومؤسسة بتساهم معافل جلسات ايه ويمطلع علي شهرية اه وقدون يعني الناجس ويعني بصراحة همم السايبين نشكر ربنا طيب الحمد ونشكر الدكتور امير وربنا يخل الناس الغالبة كلهم وشكرا لهم كلهم بصراحة بيخدموا يعني وبيجا في جنب المحتاجي الحمد لله ماريا وبلدنا جميلة دايما وكلها خير شكرا شكرا لي مرحب بحاجة سيدة زاكي حاجة الله يسلمك الحمد لله مبروك على الحاجات الجديدة الله يبارك فيك يا حبيب خدتي النهار استلمتي تلاجة وبتجاز قوليلي بقى انت عرفتي مكان المؤسسة ازاي يعني ناس دلوني وكده وقالولي يجبولك حاجتك جيت ورحبوا بي وقابولي التلاجة والبتجاز قوليلي الحالة عاملة ايه بقى بيعني انت كان نقصت بس التلاجة والبتجاز حضرتهم جابولي سريرين وجابولي غسالة قبل كده ومرتبة والحيفة فيبر والحمد لله رب العالمين ربنا يوسع عليهم يا رب الحمد لله انت عندكم ايه؟ اوه يبقى اخبارهم ايه؟ الحمد لله ايه سنو؟ معي 23 و20 و15 و12 ان شاء الله رب نيخلهم الله يخليهم مبروك يا حاجة الله يبارك فيك ازاك يا مونة؟ ازاك يا ميس عاملة ايه؟ انظر اللي عملة ايه؟ نشكر ربنا يقوليلي بقى عملتي النهاردة حكيلي النهاردة سلموني يا انبوبا وقبل كده عمليلي عملية الجوزي غالية وعايز عملية تاني جوزي وهيعمله هالو وبس سلم العلاد منهم كل شهر ومطلعين لي شهرية والحضر اللي بايزة في الشجة هيعمله هالي كويس قوي يقوليلي انت اصلا انت جاي من منين؟ جاي من بعيد؟ جاي من عزبة النخل اول ما شافوا رضي الجوزي كلهم جموا على حلهم من المكاتب وجالك لازم نعملوله العملية فاسرع وقت عشان ردلك انت تتقطع ودلوقتي هو عايز عملية تاني وهيعمله هالو لي امام يعني هو عمل العملية الاولانية خلاص والدنيا تمام ايه فضل له عملية واحدة؟ ايه طيب الحمد لله تعمليات كده والادوية والكلام ده انتي قلتليه للمؤسسة بتشارك فيهم بوا المؤسسة دايبة هم للعلاجات طيب اه في المؤسسة هنا يا مونة بيعملوا برضو اه لما يبقى عندك مسلا فكرة انك انتي تشتغلي ممكن تعرضي عليهم تقولهم مسلا انا شطرة في كذا انا بعمل كذا فهممكن يساعدوكي ايه رأيك تعملي كده؟ يا ريت يفتحون للمشروع اه اكل منه لجمية عيشة نوعيالي انتي قلتلهم؟ لا ما قلتلهم شحر ما قلتولي مكسوف والله يمس هقول لهم المشاشر حرام علي ما قال لي لي انت عايزة قولي وانا قولولك انتي اكتر حاجة شطرة بتعمليها ايه؟ انا شغلانت البلاستيك يعني لو يشتروي يعني ياخدولي دكانة بالإدار و ويقولي يعني اول شغل انا يعني اول حدا شغل بلاستيك اماشي بهم نفسي اشتغل مطلحهم ابيعهم واجيب غيرهم واستمر كده اقدر اوكل عشلي يعني بدل ما انا شغلها باليومية لما انتي قلت المشروع اهو مؤسستنا في زولك ان شاء الله يا رب شكر شكر نموس